في التكامل والوحدة بين دول المجلس وفي الشأن الاقتصادي أكد القادة دعمهم ومساندتهم لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية عالية المستوى التي تهدف إلى تطوير التعاون في الشؤون الاقتصادية والتنموية وتنفيذ القرارات والاتفاقيات المتعلقة بها وتسريع وطيرة العمل لإنجاز السوق الخليجي المشتركة والاتحاد الجمركي وغيرها من المشاريع التنموية والتكاملية كما أكد قادة دول المجلس دعمهم الكامل لربط دول المجلس بشبكة من وسائل الاتصال والمواصلات والنقل الحديثة بأنظمة وقوانين مشتركة وموحدة وذلك لما لها من دور حيوي في العملية التنموية الشاملة أيضا تطرق الإعلان إلى أهمية توحيد أسس مناهج التعليم الأساسي والتعليم العالي ودعم تطوير دور الشباب وأشهاد قادة دول المجلس في الإعلان بما وصل إليه التعاون المشترك في المجال الدفاعي والأمني وأكدوا على ضرورة العمل لتطوير المنظومة الدفاعية والمنظومة الأمنية لمجلس التعاون ليكون دورهما أكثر فاعلية وقدرة على ردع أي اعتداء أو مساس بسيادة دول المجلس كما أشاد القادة بالتمرين الأمني الخليجي المشترك أمن الخليج العربي واحد الذي استضافته مملكة البحرين مؤخرا والذي وضع خريطة أمنية متكاملة لدول المجلس كما أكد قادة دول المجلس على حرصهم على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين والدول الصديقة والمنظمات الأقليمية والدولية بما يعزز دور مجلس التعاون كشريك دولي فاعل وركيزة استقرار مهم للأمن والسلم الدولي وأكد القادة على ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة وذلك بالالتزام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وأدان القادة تسييس إيران لفريضة الحج والاتجار بها واستغلالها وطالبوا إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والاستجابة لمساعد دولة الإمارات العربية المتحدة السلمية أكد المجلس الأعلى أيضاً على موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية ودعمها لجهود التوصل إلى حل سياسي مبني على بيان مؤتمر جنيف واحد وقرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن وإنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق وأكد المجلس الأعلى أيضاً على التزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق الأسس المتفق عليها وأهمها والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 22-16 وتأييد جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل والد الشيخ أحمد وخارطة الطريق في هذا الشأن وبخطواتها الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل إلى حل سياسي وجدد المجلس التأكيد على مواقف دول المجلس في مواجهة الإرهاب والتطرف ونبذها لكافة أشكاله وصوره وأيضاً التكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي للقضاء على الإرهاب هذا فيما يتعلق بقمة مجلس تعاون وبعد ذلك عقدت القمة اللقاء المشترك مع دولة رئيسة وزراء المملكة المتحدة السيدة رئيسة مي تم الاتفاق في هذا اللقاء الهام وبعد ما استمعنا لكلمة صاحب الجلال الملك حفظه الله وكلمة دولة رئيسة الوزراء في هذا الشأن أمامنا صورة واضحة لكيف ستسير العلاقات ما بين الجانبين ما بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة حيث اتفق الطرفة على إطلاق الشراكة الاستراتيجية الخليجية البريطانية واستمرار العمل بخطة العمل المشترك بين الجانبين لتعزيز العلاقات في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية والثقافية والاجتماعية تم التأكيد على الالتزام المشترك تجاه أمن الخليج ورد أي عدوان خارجي أو تدخل في شئونهما الداخلية ولتأمين مصالح الجانبين في المنطقة بما في ذلك مواجهة التهديدات الأقليمية وأي مهدد لأمنهما وتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدات الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي واقتصاديا تم الاتفاق على العمل المشترك لبناء أوثق العلاقات التجارية والاقتصادية بين مجلس التعاون وبريطانيا والعمل مع القطاع الخاص لتحقيق التفاهم على إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار وتم الاتفاق على عقد مؤتمر تجاري المشترك بين القطاع العام والخاص في لندن خلال الربع الأول من العام القادم كما تم بحث التعاون الوثيق والشراكة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والثقافة والرياضة والفنون ودعم الحوار الأديان والحضارات من خلال مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا كما تم تبادل وجهات النظر وبعمق وتنسيق المواقف حول قضايا الإقليمية كالوضع في سوريا والعراق واليمن وبقية الأماكن وتم بحث العلاقات مع إيران والأنشطة الإيرانية المزعزة على استقرار دول المنطقة هذا هو خلاصة ما جرى اليوم بين الأمس واليوم في قمة مجلس تعاون وفي القمة مع المملكة المتحدة أعطي المجال لأخي معالي الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس تعاون للتفضل بإطلاعكم على ما تم إنجازه بالتفصيل ومن ثم أتطلع أنا وأخي معالي الأمين العام إلى أخذ أسئلتكم شكرا صاحب المعالي بسم الله الرحمن الرحيم حييكم أيها الأخوة الأعزاء وأشكر جهودكم الإعلامية المتميزة استهل هذا المؤتمر الصحفي بتقديم فائق التحية والتقرير والإمتنان لمملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا على ما حظيت به الوفود المشاركة في هذه القمة المباركة من كرم الضيافة وطيب الوفادة وحسن الاستقبال والأعداد المتميز لأعمال قمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وكذلك اللقاء المشترك مع رئيسة وزراء المملكة المتحدة السيدة تريسا مي وهو أول لقاء لها بعد لقاءاتها الرسمية على الصعيد الأوروبي مما يدل على متانة العلاقات والمكان المهمة والمتميزة التي احتلها مجلس التعاون على المستوى الدولي كما يشرفني أن أعرفه عن بالغ الامتنان والتقدير إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم على دعمهم ومساندتهم وتقديرهم الدائم لجهود الأمان العامة ومنسو بها لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك كانت استضافة مملكة البحرين للقمة الخليجية استضافة مميزة سواء من حيث الاستعداد والتنظيم أو من حيث النتائج والقرارات ويسرني في هذا الإطار أن أعرفه لمعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية عن بالغ التهاني لترأس معاليه الدورة الحالية للمجلس الوزاري الموقر متطلعا إلى العمل معا لما فيه خير وتطور مسيرة العمل الخليجي المشترك لقد لخص جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه نتائج هذه القمة عندما قال أنها قمة خير ونماء وارتقاء لا بد لي هنا أن أؤكد أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حريصون على نمو الاقتصاد الخليجي وتعزيز التنمية المستدامة ورفاه ورخاء المواطن وكذلك في العمل معا لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية أن القادة حفظهم الله ورعاهم يهدفون إلى مزيد من التكاتف والتكامل الاقتصادي سعيا لتحقيق وترسيخ كتلة اقتصادية قوية داعمين لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية وبرنامج عملها لتحقيق وحدة اقتصادية ووجهوا رعاهم الله برفع القرارات اللازمة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجي المشترك وأشاد أصحاب الجلالة والسمو والقادة بجهود المجلس الوزاري المميزة في متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك والتي أقرت في القمة الماضية ووجهوا المجلس الوزاري بمواصلة هذه الجهود المباركة والاستمرار في رفع التقارير الدورية عن سير التنفيذ والعمل على إزالة ما يعيق تنفيذ بنود الرؤية كما وجه القادة إلى الإسراع في تحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين موحدة لخلق البيئة التشريعية الملائمة لتحقيق رؤى القادة وتطلعات شعوبها وقد احتمدوا اليوم قانون الغش التجاري ووجهوا بالإسراع في إقرار قانون تجاري موحد وقانون المنافسة مما يدل على اهتمامهم رعاهم الله بترسيخ وتعميق التكامل الاقتصادي لما فيه من مردود على المواطن الخريجي كما أكد القادة على ضرورة الاهتمام بالشباب وسقل مواهبهم وتنمية قدراتهم مع التأكيد على همية التعليم الأساسي والجامعي في هذا الإطار كما أكدوا أيدهم الله على دعم العمل الجماعي الدفاعي بتطوير منظومة القيادة والسيطرة والمنظومة اللوجستية وكذلك تطوير العمل الأمني المشترك حفاظا على أمن وسلامة واستقرار دول المجلس وأشادوا كما أوضح معالي بالتمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي واحد الذي استضافته مملكة البحرين في الشهر الماضي ووجهوا بعقد التمرين القادم في الإمارات العربية المتحدة يليه دولة قطر كما أكدوا حفاظهم الله على دوركم أنتم الرائد وأقصد دور الإعلام والإعلاميين في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وكما أوضح معالي الوزير وقد صدر عن القمة الخليجية بيان مشترك وإعلان الصخير كما صدر بيان مشترك حول لقاء القادة مع دولة رئيسة وزراء المملكة المتحدة وسوف يتم توزيع البيانات عليكم بعد هذا المؤتد ترجمة نانسي قنقر